السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله ان اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه اجمعين وبعده ايها الاحب الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته حديثنا الليلة عن حب المال والثروة ونحن نتحدث عن النفس البشرية هذه النفس التي اعطاها لنا المولى عز وجل في قلوبنا وفي صدورنا وانها ميالة للمزيد من الامتلاك والتملك احيانا قد يملك الانسان ما يريد ولكن هل يحقق له الراحة النفسية هل يحقق له الطمأنينة هل يحقق له السعادة ام ان الجري وراء امتلاك المزيد من المال والثروة والجاه قد يكون سببا في تعاسة الانسان وقد يكون اخطر من ذلك سببا في ابعاده عن رحاب الرحمن ربنا عز وجل يتحدث عن النفس البشرية ويقول نناقش هذه القضية ونبدأ بطرح قصة حقيقية واقعية بطل غا شخص كان يبحث عن المال يبحث عن الثروة ويبحث عن السلطة فماذا كانت عاقبته وماذا كان من امر الله له هذا الرجل كان قلبه معلقا بالمساجد وهو فقير فقير جدا لكن تعميره للمساجد لم يكن حبا في المسجد وانما لانه لا يجد فضاء اخر يعمر فيه وقته المساجد هي مجانية الانسان يدخل اليها دون ان يؤدي اي ثمن ولكن اذا دخلت الى المقهى او الى المطعم او الى اي منتجة عنسية حي لا بد ان تدفع المساجد مجانية بيوت الله فكان دوما يعمر هذه المساجد وفي قلبه حصرة لما يرى الناس عندهم سيارات فارهة وعندهم مساكن رفيعة وعندهم تياب انيق وعندهم اموال يتمنى دوما لو انه كان يمتلك سيارة ويسير في الشوارع الكبرى للمدينة ويتوقف عند باب بانك ثم يضغط على الزر ويأخذ المال الذي يريد كم تمنى وتمنى امنيات كثيرة لهذا كان في صلاته ودعائه يقول يا رب ارزقني يا رب اعطني كان كثير الالحاح للعطاء والله تعالى سميع مجيب واذا سألك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوة الداعي اذا دعان ربنا اراده ان يكون قلبه معلق بالمساجد لكي يذكر الله ويعمل للدار الاخرة لانها هي الحياة الحقيقية والدنيا مجرد ممر ومعبر سرعان ما ينتهي لكن هو كان يحب الدنيا وكان يشعر بنوع من الحصرة انه لا يمتلك الله عز وجل سيفتح له باب التروة فعلا بدأ يتعرف على بعض الناس الموسولين ومن خلال هذه المعرفة بدأ يجمع المال جمع التروة قليل قليل حتى صار عنده قدر كاف من المال فاشترى دكانا وملأه بالبضائع الاستهلاكية وصار يبيع ويشتري ولم يعد قلبه معلق بالمساجد صار قلبه معلقا بدكانه يبقى اليوم بكامله حتى اذا سمع النداء للصلاة ذهب لالصلاة وفي سجوده يقول يا رب زدني يا رب زدني من مالك يا رب زدني من فضلك ربنا مجيب الدعوات اعطاه فتح له باب الرزق وعرفه باناس اشكال والوان من اصحاب المال والنفود والتروة وبدأت تجاره تتسع هذا المحل التجاري ولد له محلا تانيا وثالثا ورابعا فصار من اصحاب المال من اصحاب النفود من اصحاب التروة ولم يعد له وقت للصلاة انه يتنقل من دكان الى دكان ويجمع رصيده من الارباح حتى جاء وقت الصلاة صار يصلي في دكانه وصار يزهد في الجماعة الجماعة التي فيها سبع وعشرين درجة صار يزهد فيها ويكسفي بدرجة واحدة يصلي بمفرده لكنه شره في البحث عن المزيد من المال الله تعالى يفتح لعباده ما شاء فبدأ المال يكتر ويكتر حتى انه بعد ذلك صار له في كل منطقة دكان وفي كل سوق له موضع فصار من اصحاب الاموال والتروات طبعا صاحب التروة لكي يحافظ عليها لابد ان يضع يده في يد رجل السلطة لان التروة تحتاج الى من يحميها اما رجال امن او رجال سلطة او غيرها من اجهزة الحكم لكي يحمي هذه التروة وبعد ان دخل الى هذه الدائرة ايضا فيها بريق وفيها اغراء فيها نفود فيها هيمنة فالرجل نسي تماما انه يوما ما كان قلبه معلق بالمساجد وصار يلهت هل من مزيد هل من مزيد للمال وصار يتعلق من سلطة الى سلطة وهيمنة ونفود ونسي الدين ونسي الصلاة ونسي عبادة الرحمن واذا به يشعر انه هذه الوضعية التي توصل اليها لم تحقق له السعادة المطلوبة لان البحث عن المال والجه والطروة لا ينتهي انه مثل العين بالمجيع كلما وصلت الى مرحلة نفسك تتوق الى مرحلة بعدها كلما وصلت الى مستوى تتوق الى المزيد هل من مزيد هل من مزيد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان لابن ادم واد من اهب لابتغى اليه واديان ولو كان له واديان لابتغى اليه مثلات ولا يملأ جوف ابن ادم الا التراب ويتوب الله على من تاب بدأ المال يجمعه والنفوذ يتسع فاذا به صار قلقا ضجرا دائما حسابات في دهنه ثم ان العلاقات التي نسجها صارت مبنية على الطمع وعلى عدم الاخلاص من قبل في المسجد كان مع الى الامان الوضوء والقبلة والصلاة والذكر ما في متاع دنيا الناس قلوبهم صافية لكن الان دخل الى مثل عالم الغاب هناك من يتمنى صرقته وهناك من يتمنى صحبته لكي يختلسه وهناك من يتمنى حتى موته لكي يريثه صار الرجل هكذا بعد مدة بدأ يشعر بالشقاء لم يحصل على السعادة المطلوبة وفي ليلة من الليالي وقف مع نفسه وقف التأمل وبدأ ينظر الى ماضيه والى حاضره ويترقب مستقبله ناجى ربه درفت عيناه دمعتان ثم صار الى نومه العميق لكي يبدأ غدا مشواره في العمل والجري واللهت نحو الدنيا الله تعالى كريم الله تعالى رحيم لا ينسى عباده الذين يسجدون له ويعمرون بيوته اراد الله به خيرا فاراه رؤية منامية حلم من الاحلام لكنه رؤية صادقة فيها رسالة ما هي هذه الرؤية التي حولت فكر هذا الرجل وقلبه وسوف تعيده الى جادة الصواب رأى نفسه كأنه في غابة خالية وحيدا رأى عن يمينه في خلاء لا شيء لا بنايات ولا أشجار ولا بشر ولا حجر ويلتفت شماله خلاء يلتفت يمينه وأمامه خلاء ويلتفت وراءه فإذا به يجد أسدا ضاريا سبع جائع أنيابه لامعة ويلغت إنه يشعر بالجوع ويرغب في التهام أي شيء فقال وكرباه وويحاه أنا في هذا الخلاء لا أحد يحميني ووصلت إلى وجه لوجه مع أسد ضار جائع لما رأاه الأسد تبعه فهرب الرجل وهو يجري ويهرول 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 يبحث عن مكان آمن حتى وجد بئرا جبا بئرا فيه حبل و إن قضى داخل هذا البئر يختفي بداخله رغم أنه خطر على نفسه فتدلى في الحبل وصار يقف خائفا لكن الأسد تبعه ووضع قدميه على حافة البئر ويفتح فاه وكأنه يقول له سوف تصعب سآكلك سآكلك مهما حصل بينما هو خائف يرتجف وينظر إلى الأعلى إذا به ينظر بعينيه إلى الأسفل أسفل البئر فوجد البئر بأنه فارغ البئر ما فيه ماء نشف ووسط البئر هناك ثعبان عظيم عينه جمراوتين ويفتح فاه وهو مطمعين هذا التعبان يفتح فاه ويقول له سوف تسقط من فوق ذلك الحبل وسوف ألتهمك ألتهمك الرجل لما رأى ذلك المشهد أصيب بالفزع قال يا إلهي أسد فوقي يفتح فمه جائعا يريد أن يلتهمني وتعبان عظيم في أسفل البئر أيضا فاتح ثاه ينتظر أن أسقط عنده ليلتهمني وبينما ويمسك في الحبل ويرتجف إذا به البئر فيه ثقب هنا وهناك فخرج جردان الجرد مثل الفأر أحدهم أبيض والآخر أسود تعلق بالحبل فصار يأكلان الحبل يقضمان الحبل الحبل سوف يتقطع فقال يا ويلتاه جرداني يقطعاني في الحبل والأسد فوقي والتعبان تحتي هذا هو الهلاك المحقق وبينما هو هكذا التفت يمينا يبحث عن حل فوجد في البئر فيه تقب كثير وجد تقب مليء بالعسل المصفى شهدا من العسل الجيد فتدوق بعضه قال والله هذا عسل جميل وهذا طعام وشفاء إنه يساوي يساوي تبا كبير لو أخدته وبعته في السوق وسوف أربح به دراهم وضنانير كثيرة وسوف أفعل وأفعل وبدأ يسوق هذا الشهد للعسل وكيف أنه ممكن أن يبيعه بأغل الأثمان ونسي بأن الأسد فوقه والثعبان تحته والحبل يتقطع بسبب الجردين اللدان يأكلانه في لحظة بدأ الحبل بدأ يقل وبدأ يكاد أن ينقطع ما إن أرضى أن ينقطع الحبل حتى فزع الرجل وقام من نومه فزعا وقام من نومه خائفا وجد بأنه يتصفض عرقا زوجته تقول بسم الله لك أشوق لك الحاج قال لست أدري إنني أشعر بالاختناق أريد كوبا من الماء أعطته كوبا من الماء استرحق قليلا قال افتح النافدة حتى أستنشق الهواء فتحت النافدة فمباشرة سمعت المنادي ينادي يقول الله أكبر الله أكبر حي على الصلاة حي على الفلاح نداء الفجر الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم انتبه الرجل بأنه سنين طويلة لم يعد يسمع هذا النداء في أول حياته كان يسمعه وكان يستيقظ مبكرا ويستمتع بهذا النداء الإلهي الذي ينبعث من أعالي السماء أما هذه السنوات الأخيرة لما تبع الدنيا وزينتها صار ينام متأخرا ولا يستيقظ إلا متأخرا وتفوت صلاة الفجر فقال لزوجته ناوليني جبتي فأخذ ثيابه وصار يجري حتى وصل إلى المسجد فرأاه إمام المسجد يا سلام يا مرحبا بك كيف حالك يا سيد فلان لقد اشتقنا لرؤيتك أين كنت هذه المدة الطويلة غائبا قال ضروف ضروف قال هل جدت صلي معنا قال لا وإنما جئت أستفسر عن رؤية منامية رأيتها في هذه الليلة أفزعتني وكان إمام ذلك المسجد خبيرا في تفسير الرؤى فحكى له هذه الرؤية المنامية حكى له من أولها إلى آخرها ماذا قال له قال يا سيد أنت رأيت نفسك في منطقة خلاء هي الدنيا هكذا الدنيا خلاء الدنيا ضار من لا ضار له ويجمع لها من لا عقل له فهي الدنيا هكذا مثل السوق الذي يقام وسرعان ما ينتفض وينتهي قال لي أما الأسد الذي رأيته خلفك جائعا ويترقب ليلتهمك إنه قدر الله كل واحد منا محكوم بقدره لا عليك عليك أن تخضع لقدر الله وعليك أن تستسلم لقدر الله وادعو الله تعالى أن يكون القدر موافقا لإرادتك قل الله اجعل ما أشاء موافقا لما تشاء كي لا يكون ما أشاء مخالفا لما تشاء وما أنا حتى أشاء خلاف ما الله يشاء لو جاهد العبد وشاء ما كان إلا ما تشاء فالطف بنا فيما تشاء وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين الأسد وقدرك كل واحد من البشر مهما على مقامه حتى ولو كان من السلاطين والأمراء والسفراء وكبر الجند لا بد أنه محكوم كبقية الخلق بقدره قال وأما التعبان الذي رأيته في وسط البئر قال ذلك قبرك كل واحد منه له قبر معلوم كل واحد منه لما يخلقه الله تعالى الجنين في بطن أمه يختار له الحق عز وجل البطن الذي سوف يرتع فيه والتدي الذي سوف يرضع منه وأيضا يختار له الزوجة والأولاد ويختار له القبر الذي سوف يكون هو نهايته في هذه الدنيا فقال له إن قبرك ينتظرك هل تضعه بين عينيك نصب عينيك تستعد له إنه ذلك التعبان المطمئين جالس ومرتاح وينتظر نهاية عمورك قال وأما الحبل الذي كنت تمسك به في البئر إنه عمرك ربنا عز وجل في هذه الدنيا هي دنيا لذلك دار قرار هي دار ممر وهي عبارة عن دورة تدريبية قصيرة أعطاها لنا الله في الدنيا فأعطاك عمرا قد يكون خمسين ستين سبعين سنة ثمانين سنة لأن أعمار أمتي ما من الستين والسبعين وقليل من يتجاوز ذلك أعطاك الله هذا العمر مشروع عمل عليك أن تستعد لكي تقيم فيه ما يفيدك في الدين والدنيا والآخرة ماذا صنعت خلال هذا المشروع الذي أعطاك المولى عز وجل وسرعان ما ينتهي كل يوم تشرق فيه الشمس نقترب خطوة إلى الأمام نقترب من النهاية نحن عندنا بداية عند الولادة وعندنا نهاية عند الوفاة وكل يوم تشرق فيه شمس يوم جديد نقترب نقترب من خطه الوصول قال وأما الجرديني اللدني تعلق بالحبل وصار يقدمانه أحدهما أبيض والآخر أسود قالهما تعاقب الليل والنهار نحن كل يوم يتعاقب علينا ليل ونهار يأتي الصبح بضيائه ويدهب الليل بظلامه وكل يوم هكذا ثم يقبل الليل بظلامه ويدهب الصبح بضيائه وتسير الأشياء هكذا حياتنا تمضي قالي وأما ذلك العسل الشهد الذي رأيته وتذوقته وبدأت تفكر كيف تسوقه ذلك متاع الحياة الدنيا أعطاك الله الدنيا بارك الله لك فيها لكن عليك أن تأخذ مدى الدنيا ما يكفيك لا ما يطغيك الدنيا هي مطلوب أن الإنسان ولا تنسى نصيبك من الدنيا لكن ليس لأنك تبقى تجري خلفها وتنسى المبادع وتنسى القيم وتنسى الأهداف السامية وتبقى تلهت وراء الدنيا فإنك لنت لنمدها إلا ما كتبه الله لك وما بعدها سيجعلك المولى تجري جري الوحوش في البرية ثم لا تنال إلا ما كتبه الله لك هذا الرجل لما سمع هذه الرؤية درفت عينه وقال له ذلك الإمام المفسر للأحلام قال إنها ليست رؤية عادية هذه رسالة واضحة ليست مشفرة رسالة واضحة بينه من المولى عز وجل إليك لأن الله تعالى لا ينسى عباده المؤمنين الذين عمروا مساجده وصلوا بين يديه الكريمتين فربنا أراد منك أن تعود إلى حالك الأولى خذ من الدنيا متشاء لكن إياك أن تنسى نصيبك من الآخرة لأنه يدار القرار سمع الرجل هذا الكلام وقال للإمام تمهل قليلا حتى أتوضأ ثم أقم الصلاة فذهب الرجل يتوضأ فأقام الإمام الصلاة وصل خلفه ومن ذلك اليوم صار يواضب على الصلاة في وقتها في المساجد ثم يذهب لقضاء حوائجه الدنيوية وكلما سمع الله أكبر قال الله أكبر خير من التروة خير من السلطة خير من متاعي الحياة الدنيا فعاد إلى طريقه طريق الإيمان واليقيم هذه قصة أيها الأحباب الكرام حقيقية وواقعية إنها تصور حقيقة النفس البشرية التي فيها طمع وجشع وحب للمال والتروة وليس دائما هؤلاء الناس عندهم أموال طائلة وعندهم مناصب عليا لا تتصور أنهم سعداء ربما الكثير منهم عنده أرق والكثير منهم يشعر بعدم الارتياح لأنه ينظر في عين الناس ربما هناك من يرتاب فيه هناك من يتمنى يتمنى أن يسرقه هناك من يتمنى أن موته حتى يريثه ربنا يعلم كل واحد بدى في نفسه لهذا الذي أراد أن يتمسك فليتمسك بالحي الذي لا يموت أما من تمسك بغيره فكأنما تمسك بنسيج عن كبوت نسأل الله تعالى أن يحبب إلينا وإليكم الإيمان ويزينه في قلوبنا ويكره إلينا الكفر والفسوق والعسيان ويجعلنا من عباده الراشدين اللهم أمين يا ربي يا كريم السلام عليكم لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله سلام عليكم لا تنسوا الإعجاب بالفيديو اشتراك في القناة